اشتركوا في القناة بهدف توسيع شبكتين وجهات الناقلتين في كل من أوروبا والشرق الأوسط وبمجب الاتفاقية مشاهدين ستتوفر فرصة السفر بين البحرين عبر أثناء من وإلى المدن الأوروبية بروكسل وروما كما يمكن المسافرين من جينيف وميلان وفيينا السفر إلى مملكة البحرين عبر أثناء مع طيران الخليج يشار إلى أن الناقل الوطنية تقوم بتيسير أربع رحلات أسبوعية على مدى العام بين البحرين والعاصمة اليونانية بالإضافة إلى تسيير رحلتين يوميتين إلى أكثر من عشر مدن إقليمية في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما كشفت شركة طيران الخليج القابضة تأسيس شركة للمناولة تابعة لها يقدر رأس مالها بنحو يبلغ 20 ألف دينار تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين خلال أسبوع بنسبة 1.9% بسبب نزول أسعار أسهم قيادية لقطاعي الاستثمار والبنوك ملخص تداولات البورصة في الأسبوع الماضي تتابعونا في التقرير التالي بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع ستة عشر مليونا وأحد عشر ألفا وستمائة وتسعة عشر سهما ووحدة بقيمة ثلاثة ملايين وثثمائة وثلاثين ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسين دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال أربعمائة وسبع صفقات وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم ثلاث وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في حين انخفضت أسعار أسهم عشر شركات واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها أسابق وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار بنسبة سبع وثلاثين بالمئة من إجمال قيمة الأسهم المتداولة من خلال مائة واثنين وستين صفقة من خلال مائة واثنتين وستين صفقة أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية بنسبة أربع وثلاثين بالمئة بوسطة مائة وستة عشر صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع على وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المرجة في بورصة البحرين بقيمة قدرها ستة ألاف دينار أما بشأن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم وسندات المتداولة خلال الأسبوع فقد بلغت ستمائة وستة وستين ألفا ومائة وواحد وخمسين دينارا بحرينيا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة ثلاثة ملايين ومائتين واثنين ألف وثاثمائة وأربعة وعشرين سهما ووحدة أما متوسط عدد صفقات فبلغ إحدى وثمانين صفقة فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الإسبوعية مائة وخمسة وسبعين عطاء لخمس وعشرين مناقصة ومزايدة حكومية واحدة تقدمت بها خمس عشرة جهة حكومية وبلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة 12.7 مليون دينار هذا وقد تصدرت في جلسة هذا الإسبوع مناقصات إدارة المخازن المركزية بطرحها أربعة مناقصات تضمنت توفير محاولات كهربائية وقواطع وأدوات كهربائية إضافة إلى أبواب فلاذية ومفاتيح كهربائية كما تقدمت شركة تطوير للبترول بثلاث مناقصات وذلك لأجل توفير خدمات التنظيف والتنقيب لدائرة الصيانة وخدمات تصليح وصيانة مبدلات الحرارة وتوريد الصمامات كما فتح مجلس المناقصات عطاءات المناقصة الوطنية لشراء الأدوية التابعة لوزارة الصحة وأظهرت بيانات الجلسة تنافس 17 شركة محلية على عطاءات المناقصة التي تقدم بأقل عطاءاتها شركة صيدلية المستقبل بعطاء بلغت قيمته 1.8 مليون دينار والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية تعتزم مجموعة بلد السعودية استئناف العمل الشهر المقبل في توسعة المسجد الحرام في مكة بقيمة 26.6 مليار دولار وسيستئنف العمل بالتوسعة بعد مناسك الحج على أن تقوم شركة بن لادن بدفع رواتب مستحقة للعاملين المشاركين في المشروع اعتبارا من 20 أغسطس وفقا لمذكرة أرسلتها الشركة إلى البنوك فيما أكدت مصادر بقطعي البنوك والتشييد الخطة هذا وتعتبر مجموعة بن لادن أحدى أكبر شركات الإنشاءات في المملكة العربية السعودية حيث استئنفت الشركة العمل في وقت سابق من العام في مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة نمت أرباح شركة أعمار العقارية بنسبة 15% إلى 772 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2017 وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث حققت الشركة إيرادات وصلت إلى مليوني دولار في النصف الأول من العام الجاري 2017 بنسبة 8% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي وخلال الربع الثاني حققت أرباح إعمار العقارية نموا نسبته 14% وبلغت 396 مليون دولار مقارنة بصاف أرباح الربع الثاني من العام 2016 والتي بلغت 346 مليون دولار أظهر تقرير لموقع نوبيو الخاص بأكثر مدن العالم أماناً صادرت أبوظبي في قائمة ضم أكثر 9 مدن أماناً حول العالم وكشفت نتائج التقرير تسجيل أبوظبي 13.54 نقطة وهو أثناء معدل يسجل ضمن مؤشر الجرائم على مستوى العالم وذلك خلال الأشهر الستة الماضية تليها مدينة بازل السويسرية ويستند الموقع في إصدار تقاريره إلى قاعدة بيانات ومعلومات هي الأضخم على مستوى العالم يتم جمعها من مستخدمين من مختلف المناطق والمدن حول العالم وتتضمن تفاصيل عن الحياة والمعيشة في تلك المدن والدول يذكر أن أبوظبي حصدت المركز الثاني على مستوى العالم من بين أفضل المدن للعمل والإقامة وممارسة الأعمال وذلك وفق مؤشر إبسوس للمدن العالمية لعام 2017 حيث تفوقت على مدن عالمية عريقة من بينها لندن وباريس حيث تفوقت على مكبرا موسيقى 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 شكرا